في الوقت حديث مهم جدا وهو انه في ظاهرة انتشرت كثيرا في السنوات الاخيرة وهي التساق التوائم سواء كان هذا الالتساق من الجمجومة او بيبقى فيه المخ مشترك بين جمجومتين او في اجزاء عديدة جدا من الجذب كانت الحالة الاشهر بالنسبة لمصر هي التوأم منار لانها كانت توأم لتوأم طفايلي بيطلق عليه طفايلي جمجومة طفايلية او جنين اخر طفايلي عليها الحقيقة طبعا كل وسائل الاعلام العالمية اهتمر بهذا الموضوع وتم استضافة الفريق المعالج في اشهر برامج الولايات المتحدة الامريكية اوبرا وينفري وقناة ايضا اشترت هذا السبق العلمي المصري الجميل جدا واللي حصل فيه اعجاز حول هذا التقرير ويمكن هنشوف تقرير غريب جدا انه تم ميلاد ميلاد جاموسة بالرأسين حول هذا الموضوع وازاي بيتم انتشار حالة التوأم المتسق هنشوف التقرير بعد النجاح الكبير لعملية فصل التوأم الطفايلي للطفل منار على يد الفريق الطبي المصري برئاسة الدكتور محمد لطفي وعلى بعد اقل من مئة كيلو متر من محافظة القليوبية كانت هناك ظاهرة علمية اخرى ممافلة تماما لحالة التفل منار ولكن هذه المرة في عالم الحيوان وهي مولد ناشية برأسين منها رأس طفيلي باحدى القرى لمحافظة الشرقية لتصبح ظاهرة محل الدراسة والبحث والتي قام بها على الفور فريق طبي مصري من البشريين والبيتريين حيث اكدت الاخصائيات العالمية ان حالات الاجنة التي تحضب في الابكار والماشية تكاد تكون نادرة للغاية وانها تحضب نتيجة لعدد من الاسباب الوراثية او البيئية المحيطة بالكائن العجل ده اللي مولود برأسين دي من الحالات الوراثية اللي ممكن تكون نذكت نتيجة حدوث تشوهات خلقية للحيوان وهو في مرحلة الجنينية المبكرة اللي هي فترة من 13 الى 45 يوم فترة دي بيحدث فيها تكوين للاجزاء والاجهزة بتاعت جسم الحيوان وفي نهايتها بتكون تكونة الاخشية الجنينية وبالتالي في الفترة دي لو حدث ان الحيوان كال اي مواد سمة او تعرض لاشعاعات او تعرض لاي ظروف غير عادية ممكن المواد السمة بتدخل للجنين عن طريق الام وما بيكونش فيه الفلتر بتاع الاخشية الجنينية وتؤدي الى ظهور هذه الحالة الحاجة التانية ان الحالات دي بتؤدي الى حدوث خسارة اقتصادية كبيرة نتيجة طوارس الصفات الوراثية لو في بعض الحالات اللي هي تتولد بطريقة طبيعية زي الحالة اللي معانا اتولدت بطريقة طبيعية نتيجة وجود الرصين في اتجاهين في نفس المستوى اما بالنسبة لاهمية دراسة هذه الحالة فان الفريق اللي بيقوم بدراسة هذه الحالة من الزملاء في جراحة المخ والاعصاب وزملاء التشقيص ان احنا عاوزين نقف على ما هي الحالة وتدريب الاطباء البشريين على التدخل الجراحي لفصل مثل هذه التوائم وقام الفريق الطبي باجراء عدد من الفقوصات والاشعة منها اجراء اشعة مقطعية ورنين مغناطيسي على الحيوان والذي فبت من خلالها ان الحيوان يحتوي على مخين كما اظهرت الاشعة الوضع التشريحي للمخ والاوعياء المغنزية له والصفات التشريحية لجزئي المخ وكيفية توزيع الاوعياء الدموية قبل عملية الفصل تقديرا بالنسبة لجمهورية المستوى العربية كان اول حالة تم اجراء لها رنين مغناطيسي على المخ في حالة قبل عملية الفصل لتكتل الاشعة الحمد لله تدع ان فيه مخ اساسي متصب بالحبل الشوكي وفيه مخ الاخر يعني ولكن الحياة غير متصب بالحبل الشوكي وعمية الفصل ان شاء الله ممكن هتكون ممكنة لان واضح فرائم ارغيسي من الفصل ان شاء الله هيكون بإذن لاي لحد ما ممكن ان شاء الله الظواهر الالمية هي اللبات الاولى التي تسم في انجاح البحث والاكتشافات ونحن الان امام مظاهرة علمية هامة فهل تتكاتف الجهود لكشف اصرارها؟ محمد علمي التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر